أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وبا كورونا مسجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا خلال الساعات الماضية حيث تم تسجيل حالة وفا واحدة وحالة يصابة جديدتين جميعها في محافظة حضرموت فيما لم يتم تسجيل أي حالات شفا وتعافي وقالت اللجنة إن عدد الحالات المسجلة في محافظة حضرموت بلغ 714 حالة منها 220 حالة وفا فيما بلغت حالات التعافي 246 حالة تعافي وأضافت اللجنة أن نسبة الحالات في محافظة حضرموت أضحت تساوي 41% من إجمال الحالات التراكمية المؤكدة المسجلة في بلادنا والبالغ 1730 حالة منها 494 حالة وفا و862 حالة تعافي هذا وأضحت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وفا كورونا أن تقاريرها لا تشمل الحالات المصابة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بسبب عدم القدرة على التحقق من الأرقام الفعلية للإصابات أما عالميا فقد تقاوزت حالات الإصابة بفايروس كورونا 18 مليون حالة منها ما يزيد عن 688 ألف حالة فيما بلغت حالات التعافي 11 مليون و300 ألف حالة تعافي وشفاء